العدى الذي حصل هو بسبب الغيره و إشرت إلى هذا في أثناء الحديث فكادوا له كيدا و سعوا في الوقيع به و هنا يتبين يعني بعض الناس يقول أنه هذا الذي جرى من الكيد هو بسبب اهتمام يعقوب بيوسف أكثر من أولاده أنا في شك من هذا ما هناك قرينة و ظاهرة تدل على أن يوسف على أن يعقوب قد خص يوسف بمزيد عناية عن سائر ولده إنما الحب و من القلب هذا شيء لا يملكه الناس فقد تحب ابن لك أكثر من غيرك و هذا ليس محلة مؤاخدة و قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك فيما يتعلق بقسمته بين زوجاتي صلى الله عليه وسلم فلا تؤخذني فيما تملكه و لا أملك ما الذي يملكه الله و لا يملكه العبد هو ميل القلب كونوا يحب فلان أو يحب الزوجة الفلانية أو يحب الابن الفلاني أكثر من الآخرين هذا شيء لا يملكه الإنسان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قسمي فيما أملك فلا تؤخذني فيما تملك و نعمك فلا يتصور من نبي الله يعقوب أن يخص لا يتصور لمقام النبوة و شرفها أن يخص يعقوب يوسف بخاصية تتعلق به من حيث التمييز عن بقية الإخوة بمزيد نفقة أو قد يكون هناك محبة يكون هناك حظوة لكن ليس هناك تمييز يتعلق بالتفريق بينه و بين إخوته فهذا مما هو محرم و ممنوع و قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله و عدلوا بينه و ناديكم هنا نعرف أن الغيرة و الحسد لا يلزم أن يكون مبعثه سبب واقع ملموس قد يكون تكون هذه الغيرة ناتجة عن أشياء تشتغل في القلب وتثير الأضغان حتى ولو لم يكن هناك مثير خارجي يعني ليس هناك ما يثير هذه الضغائن و هذه الغيرة لكن من الناس من تشتعل نفسه و يشتغل قلبه أن يتقدم عليه غيره حتى ولو كانت تقدم بعيد عنه لا يبخسه شيء والله تعالى يذكر عن بني آدم الشح و أحذرة الأنفس الشح و الشح هو في الحقيقة أصله مثل هذه الرزايا فهو يحمل على الحسد و يحمل على البغي و يحمل على الظلم لذلك وقع ما وقع بين إخوة يوسف و يوسف عليه السلام لكن صبر عليه أفضل الصلاة و السلام فكانت العاقبة له